بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المسلمون هذا هو الدرس الحادي والسبعون من شرح غاية المراد في الاعتقاد للعلامة نور الدين السالمي رحمة الله عليه وما زلنا نناقش أدلة الإيمان بالله عز وجل وأدلة وحدانيته ومن تلك الأدلة أيضا خلق الإنسان من تراب قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون والله سبحانه وتعالى يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقال جل وعلا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وقال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وبيّن سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان من صلصال كالفخار وقال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون وقال سبحانه ومن آياته أن خلقكم من تراب إذن كل هذه الآيات تبين أن خلق الإنسان من تراب وعلى كل حال الحقائق العلمية تؤكد أن قسم الإنسان يحتوي على هذه الأجزاء المكونة للتراب فقسمه يحتوي على الكربون والأكسوجين والفوسفور والكالسيوم والهيدروجين والكبريت والبوتاسيوم والصوديوم والكلوروم والمغنيسيوم كل هذه العناصر متكونة موجودة في قسم الإنسان وهذه العناصر وإن اختلفت نسبتها من إنسان إلى آخر وهذه العناصر على كل حال موجودة في التراب إذن الإنسان خلق من تراب وهناك حقيقة علمية أخرى أيضا من تكوين النطفة المنوية والبويضة عندما نرجع إلى أصلها سنجد في النهاية أنها ترجع إلى أصل الطعام الذي يأكله الإنسان وطعام الإنسان الذي يأكله إنما تكون من أجزاء عندما زرع في التراب فإذن أصل الإنسان هذا على كل حال أصله من تراب والحقائق العلمية تبين ذلك وكذلك من الأجلة على وحدانية الله عز وجل خلق الذكر بقانب الأنثى وقعل الله تعالى المودة والرحمة لاستمرار هذين القنسين لاستمرار النسل الإنساني وقعل الغريزة عند الحيوان أيضا لاستمرار تناسلها وبقاء ذلك النوع فذلك الشعور عند الإنسان وتلك الغريزة عند الحيوان يقف العلم عاجزا عن تفسيره ولا بد له من علم من عالم الغيب أو من علم الغيب ليفسره قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواقا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فتلك المودة والرحمة التي أودعها الله تعالى بين هذين القنسين وكل منهما يحمل آخر وكل منهما يقوم بواجبه تجاه الآخر لتستمر هذه الحياة والمرأة تقوم بالعطف والحنان والمحبة والمودة وكذلك الرجل يوفر العيش الآمن ويوفر المودة والمحبة لزوجته كل ذلك يؤدي إلى استمرار هذه الحياة ولولا أن جعل الله تعالى المودة بينهما لم استمرت هذه الحياة وأنت عندما تنظر إلى حقائق القرآن الكريم وإلى ما تشاهده في الحياة تجد هذا يطابق ما جاء في الحياة تجد القرآن يطابق ما جاء في الحياة وتجد ما جاء في الحياة يتطابق مع حقائق القرآن الكريم ومن الأدلة أيضا توالد الإنسان وتوالد النسل البشري والله تعالى يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواقا وجعل لكم من أزواقكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والتوالد على كل حال بيّن الله تعالى حقيقة علم الأجنة أن الإنسان خلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير المخلقة ثم بعد ذلك يخرجه طفلا ثم ليبلغ أشده ثم ليصير شيخا لتصير شيوخا ثم يرد إلى ربه جل وعلا مرة أخرى بعد أن يموت يرجع إلى التراب والعلم يثبت تلك الحقائق وتلك المراحل التي يمر بها خلق الإنسان وأطوار خلق الإنسان وكذلك أيضا من الأدلة أن خلق الله تعالى أيضا الحيوانات والزواحف والطيور وما أعطاها الله تعالى من القدرة دليل على وجود الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويقول سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ومن الأدلة أيضا الواضحة على خلق الله سبحانه وتعالى وعلى إثبات ألوهيته جل وعلا من تلك الأدلة أيضا اشتداد المحن على الإنسان عندما تشتد به المحن يرجع إلى أصل ضعفه ويرجع إلى خالقه ويتضرع ويتأوه إلى ربه سبحانه وتعالى فإن أشهر الملاحدة المعلومين وهو طبيب أمريكي وهو طبيب فلورنس الذي كان أشهر ملحد ولا يؤمن بالأديان أبدا أراه الله تعالى الآية مرتين وقصته مشهورة وقد أعلن إسلامه والحمد لله بتلي بآية عندما في ابنته ولكنه لم ينتبه للآية الأولى ثم بتليت ابنته الثانية بمرض لم يستطع حياله أن يفعل أي شيء أمام عاطفة الأبوة وعاطفة الأمومة ليريد أن ينقذ تلك البنت من ذلك المرض ولكنه صارحه الأطباء أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء وأنها ستموت بعد أيام وهو بنفسه كطبيب مشهور يعلم تلك الحقيقة فسلم أمره لله سبحانه وتعالى بعد أن ذهب وهو لا يعرف الله تعالى أصلا ولكنه ذهب إلى غرفه ونادى إذا كنت موجود فأعد إلي ابنتي ولي عليك أن أبحث عن الدين الحق لم يقل أن أكون مسلمة ولكن أن أبحث عن الدين الحق وبعد أن أنقذ الله تعالى ابنته بحث على الدين لمدة سنتين كامدتين ذهب إلى الأديان الهندوسية والشنتوية والأديان الإبراهيمية بدأها من الدين والبوذية وبدأ بعد ذلك باليهودية ثم النصرانية ثم جاء إلى الإسلام وبعد ذلك لم يجد في تلك الأديان شيء ووجد بغيته وراحته واطمئنانه إلى الإسلام واعترف أنه الدين الحق وبيّن تلك المقولة المشهورة أنه إذا كنت تريد الهداية فطهر قلبك فإن الله تعالى سيمنحك الهداية وسيسكب الهداية في قلبك أما إذا كنت عندك مطامع وعندك مآرب فإن الهداية لن تصل إليك واعترف بذلك وعلى كل حال إسلامه مشهور وقد بث الفيديو الذي يعلن إسلامه فيه وهو مشهور موجود إذن الإنسان عندما تصيبه المصيبة ويصيبه المأزق يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وعندما نرجع إلى القرآن نرى هذه الحقيقة ماثلة أمام الأعين ليتبين قوة هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه انظر وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ويقول سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ويقول جل وعلا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين إذن الله سبحانه وتعالى يبين أن الإنسان في حالة ضعفه يرجع إلى أصله ويرجع إلى حقيقته ويرجع إلى خالقه يرجع إلى القوة العظمى التي أوقدته عندما يصيبه الضعف ولكنه عندما يكون في مأمن يكفر بربه جل وعلا وهذا هو طبع الإنسان قال الله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وقعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ويقول سبحانه وتعالى مبين هذه الحقيقة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط وصلى الله على سيدنا محمد وآله